حتش بصوت لما تزوجت من تحوت مستاني كانت هي المسيطرة على أمور الحكم طبعا لأسباب كثيرة منها أن تحوت مستاني كان به بعض العلال الجسدية وطبعا هي تمرسها للعمل والقيادة والحكم وبالتالي إنما لما كان السهل تمسك بعد أبوها لكن التقاليد المصرية بتقول أن الحكم يروح للذكر الأكبر من المفروض من السيدة الأولى إذا يوجد مع السيدة الأولى ذكر كبير يروحوا لأي زوجة سنوية أخرى فطبعا ما كانش فيه إلا أنهم ياخدوا تحوت مستاني ابن إحدى الزوجات الملكيات السنويات فطبعا هي ردخت لهذا التقليد ولكن لما مات زوجها فجأت أنه كان مفروض هي تتولى العرش لكن كان ليه ابن صغير اسمه تحوت مستالت من أيضا من زوجة أخرى سنوية فتولى العرش ولأنه كان صغير جدا فهي أعنات نفسها وسيعة العرش ولكن بعد سنتين أو ثلاث سنين اختفت حوت مستالت من الصورة وأعلنت حتش بصوت نفسها ملكة مش ملكة بقى ملك مصر العليا والسفلة تجاهلت ضمير المؤنس في كل خطاباتها وفي كل رسائلها وكانت ترتدي الملابس الملكية الخاصة بالرجال وتتشبه بزينة الرجال وعملت نفسها تماثيل أبو الهول اللي هي خاصة بالملوك وحكمت مصر عشرين سنة وده السبب العمل صراع بين أو خلت حتمس التالت لما عاد إلى الحكم بعد وفاة عمته حاتش بصوت أنه يكسر كل تماثيل حاتش بصوت ويكسر أيضا معبدها الشهير جدا في الدير البحري اللي هو بنزوره لما كلنا بنزوره المؤسر وشخصية قيادية وشخصية مسيطرة يعني